رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يتعلق بالأمانات والمسؤوليات أن رجلا يحمل على ظهره حملا ثقيلا من حطب وهو لا يستطيع أن يحمله فيقول زيدوني أي أضيف إلي حملا آخر فتعجب النبي من رجل لا يستطيع حمل كل ما يحمل وهو يريد أن يزاد عليه قال من هؤلاء؟ قال الرجل يحمل الأمانة ولا يستطيع تأديتها وإذا به يريد أن يضاف إليه أمانة الناس هو مسؤول في الحزب مسؤول في الحركة مسؤول في الوزارة مسؤول في ذلك ولم يترك للشباب أي شيء مع أنهم كانوا يعلنون أن الأمر ينبغي أن يفتت على الجميع حتى يتكون جيل من الشباب يحمل المسؤولية لكن أبى البعض إلا أن يحمل كل شيء فإما أن تحمل أمرا لكي تسهل المسؤولية وتسأل عمر واحد خير من أن تسأل عن مئات المسؤوليات وأنت لم تستطع أن تؤدي حق مسؤولية واحدة ثم هناك من يستدين الدينة وهو لا يستطيع أن يؤدي الدينة لأصحابه فيضيفوا دينا إلى دين وقرأوا إن شئتم عن واقع المغاربة كم هي الديون سألوا الموظفين الآن موظفين الآن يتركوا لهم فيه الحوالة تحمل كي يجب الملون كي يبقى لهم عفرين ألف يمشي عنده هنا عنده يكضم ويمشي هنا عنده السلفة الصغرى ويمشي عنده بنك الشعبي وكل واحد دينهم لأخر فتعجب كيف أن هؤلاء يعيشون عياذا بالله وقد أثقلوا كواهلا بديون هو لم يستطع أن يتحمل دينا واحد حقا من حقوق الناس وبذلك يحملوا العياذ بالله على كاهله ولا يشعروا بذلك نسأل الله العفو والعافية اشتركوا في القناة